تعرفوا انه طعم الباستا او المعكرونة الفرش كتير طيب وبيختلف عن طعم الباستا المعلبة الموجودة بالسوق وكمان صحية وخفيفة اكتر وكيف لو كانت معكرونة باللبن الطريقة سهلة كتير كوب طحين عليه بيضة وصفار بيضة ملعقتين زيت زيتون بتخفؤ البيض مع الزيت اول اشي وبتدخلوا الطحين معهم تدريجيا شوي شوي بتعجنوها بمعلقتين طعام مي وبتريحوها ساعة حرارة الغرفة بعد مرتاحة تقسموها للنصين تفردوها بمرأ ضروري يكون المرأ ارفيع اسهل للشغل ضروري تفردوها كتير منيح وتصير معكم العجين كتير رقيقة بتقطعوها وعد تشكيل زي مواضح بالتصوير وعد سلق بمي ضروري يكون مملح لا تستوي للدرجة اللي بتحبوها ونيجي للجزء المهم اللحم المفرومة ضروري كتير تبهروها بالبهارات المجنونة من الريحان صراحة انا صرت اعتمد هاي البهارات لكل طبخات اللحم المفرومة كتير حبيتها اما اللبن استخدمت لبن الريحان البلدي برضو كتير بحبه بتملحوه بتتوموه بتحركو تخلطوه مع الباستر مسلوقة طبقة من اللحم المفرومة كزبرة والمكسرات صحتين وعافية بنصحكم تعملوها اكلات اللبن طيبة اكتبولي بالتعليقات عمركم جربتو تعملوا او تدوقوا الباستر الفرش من قبل